اشتركوا في القناة شبابنا المتطوعين بحملات التعفير تنطبق عليكم تماما مقولة اعمل ودع عملك يتكلم بلا هوسة رايح تأدي دورك تجاه مجتمعك ألف شكري يا به بعد نحتاج وعي أكبر بالفعل مو بالكلام وتصفيط النظريات من تحس بيك أعراض الكورونا روح بلغ الجهات المعنية حتى على الأقل تحمي أهلك والقريبين عليك وتجنب المجتمع كارثة العدوى لأن هذا واجب اكتجاه الإنسانية أولا وتجاه أبناء بلدك ثانيا مو النار كله ثابرنا بالوطنية وحب البلد وانت من تعتص مرتي انت تقتل شا قل لك خافي حجروني والقريبين عليك مني سألهم الطبيب نص الرواية عن حالتك الصحية مو صحيحة والسؤال منتكذبون على دوائر الصحة راح تشترون صحتكم مثلا لو عبالك كورونا ألف ملزوق وتمشي عليهم وتفلت أخوان هاي صحتكم وحياتكم يعني لازم تشرح حالتك الصحية مثل ما هي حتى يقدر الطبيب يساعدك أما غير هذا فبشروا بكارثة ما صايرة تقول له شنت مسافري قل لك لا والله ما مسافر وتالي هيطلع قبل أسبوع جاء من إيران والنتيجة موظفين وأطباء ونص أهل بالحجر لا تسوها إذا ميتوا فلا نزل القطر خلونا نصير جسور للحياة مو هل قد ما واحد يحس بالمراض يراجع للجهات المعنية والله يشاف المعافي مو هذا رصدنا لحاديث العراقيين اليوم وبأول الملفات كوارث النافذة وموازنات العاجزة شكرا في هذا الملف سيكون معي رئيس كتلة إرادة نيابية السيد حسين عرب سيادة النائب مرحبا بك معنا في حديث البلد هنا وسلم مرحبا يعني أسعار النفط تهاوت يوم أمس الكثير من المراقبين يقولون أن العراق موشك على كارثة اقتصادية لا سيولة تغطي رواتب الموظفين ما هي الرواية الحقيقية؟ تحية لك أخي العزيز تحية للمشاهدين قناتكم الكرام بالتأكيد طبعا الاقتصاد العراقي اقتصاد رائعي يعتمد على وارداته من النفط 95% طبعا من واردات نفطية ما عندنا أي مورد ثاني سواء بيع النفط وتهاوي سعر النفط إلى 30 دولار والتوقعات الاقتصادية تقول أنه سوف يتهاول 23 دولار للبرميل الواحد هذا ينظر بكارثة اقتصادية حقيقية ليس فقط بالعراق بالعالم جميع اليوم كبرى الشركات العالمية النفطية تهاوت وأسعارها أسعار الأسفل مالتها نزل إلى حد لا يتوقع وأنا أعتقد أيضا أن موضوع الكارثة الاقتصادية ليست على العراق فقط لكن الدول التي غادرت الموارد النفطية أو الموضوع أنه وارداتها فقط نفطية فقد تكون أقل ضررا من العراق لكن العراق يتأثر بشكل مباشر بتهاوي أسعر النفط ونحن أمام أنه بصراحة نتكلم بكارثة اقتصادية من خلال أولا موضوع الأمراض والأوبئة اللي هو كيرون وموضوع أنه تهاوي أسعار النفط طبعا للعلم أنه تهاوي أسعار النفط يأتي من خلال الأزمة اللي صارت اللي هي الوباء المنتشر لأن الصين تحتل تقريبا 23% الاقتصاد العالمي وهذا يؤثر سلبا لعملية استهلاك النفط وشراء ونعتقد أيضا أن هناك الكثير على الدول التي تعتمد على اقتصادها على النفط أن تراعيها من تخفيض الإنتاج ومن غير ذلك وأنا أعتقد أيضا أن العراق أمام أزمة اقتصادية حقيقية والآن هو بدون حكومة وبدون أي خطة حقيقية للخروج من الأزمة ما هي البدائل جنابك؟ يعني البدائل هو أنا ما أعتقد أنه راح يجي راح يقدر يشوف بديل سواء الاحتياطات الحقيقية والتقشف يعني ماكو أي بديل يعني شو راح يقدر يسوي أمام أزمة اقتصادية خانقة مثل هذه يعني لو يروح على الاحتياط الفدرالي لو يقترب لو يسوي تقشف بالرواتب قصدك يعني شوف نحن مشكلة عندنا 60 تريليون أو 62 تريليون حجم الرواتب للدولة العراقية وارداتنا النفطية الغير نفطية 5% تقريبا من مجموع الموازنة نزيل اليوم راح يوقف الاستثمار يوقف شك وشي خارج أطار الرواتب وأنا أعتقد أنه إذا سوه هيت شي بالموازنة تتوقف الأعمال بشكل كامل بالدولة العراقية ولغاية شهر السابع أنه إذا استمر السعر على نحو 27 دولار أو 25 دولار للبرميل واحد إذا استمر هذا السعر الشر راح نقدر نغطي وإحنا أصلا الموازنة ما هاتنا قرنها على تقريبا 54 دولار للبرميل واحد طيب العجز مين ينسد ممكن هنا توضحنا؟ هو إحنا عدنا 51 تريليون عجز بدون انخفاض سعار النفط مزيل إذا صار انخفاض سعار النفط إحنا راح يصير عدنا عجز بالتعويضات الموظفين يعني إحنا نحكي لك أنه أكو التزامات مالية أكو عدنا قروض نسدد فوائدها وهايا بالموازنة العامة لـ 2020 لحدها ما وصلتنا وهايا طبعا أسبابها تشبيرة أنه إحنا ما عدنا حكومة لحد الآن علينا الموضي مسرعين لتشكيل حكومة بأقصى سرعة حتى يتمكن من تشكيل كابينة الحكومية ويتدارك الأمور بأمور اقتصادية هو جيد أن تكون هناك أزمة مثل التي يمر بها البلد ويكون هناك رئيس حكومة ووزراء حتى يستطيعون أن يعالجون تبعات وأثار هذه الأزمة ولكن هناك من يعتقد أنها ليست العقدة على اعتبار أن أي رئيس وزراء ممكن أن يأتي لا يستطيع أن يعالج هذا الخلل من يجيب يعني هو اقتصاد ريعي درجات وظيفية أيضا أضيفت بالآلاف إلى الموازنة السؤال هل الدولة ستكون عاجزة عن سداد الرواتب وهل هناك سقف يعني بعد شهر بعد شهرين لو على السنة الجديدة يعني الدولة عاجزة عن سداد الرواتب لا لأنه أنت ديجيك يعني وارد من بيع النفط لكن العجز يكون بك أنه نقدر نعوض كامل الراتب لا لا أعتقد يعني خلال الأشهر الشهر السابع أو الثامن بنفس هذه السنة إذا اتحسنت الظروف وقفز سعر النفط وهنا هذا الدلالات اللي عندنا الاقتصادية تقول أنه انهيار كانهيار 1929 طبعا انهيار اقتصادي بالعالم كله كالانهيار اللي حصل في سنة 1929 وأنا أعتقد أيضا أنه موضوع الاقتصاد العراقي مرتهن بسياسة الدولة وعملت إدارة الموارد بيها يعني اليوم العراقي يمتلك الكثير من الموارد غير النفطية لكن لحد الآن وعلى مدى 16 عام أو 17 عام لم تستغل هذه الموارد بشكل حقيقي هناك من يقول عفوا مداخلة هناك من يقول أنها ربما تكون ضارة نافعة على اعتبار أننا سنجبر كدولة عراقية بكل قطاعاتها المختلفة بالتوجه إلى الإنتاج المحلي هل نحن الآن مهيئين للذهاب إلى الإنتاج المحلي ودعم المنتوج الوطني واستخدام المواد الأولية المتوفرة أولا ما عندنا غير خيار الإنتاج المحلي والذهاب إلىه وحماية المنتج العراقي والزراعة والصناعة الزراعية كل هذا لازم نحطه بحساباتنا ونمضي مسرعين به لأنه اليوم العراق أول انكسار اقتصادي سيواجه الدول العالم كل دول العالم عنده احتياطات ممكن شركات تخسر ممكن شركات تفلس لكن العراق هو من سيفلس العراق كدولة اثنين العراق مقبل بقروض وتزديدات الأرباع هذه القروض هذا الموضوع لازم نسدده وننطيه ممكن انه نتفاهم مع الدول الدائنة ممكن بس المشكلة التعدك الراتب الموظف ما تقدر تغطيه من خلال مبيعاتك للنفط لأنه انت اليوم اثنين وستين وثلاثين تريليون دينار عراقي حجم الانفاق لتعويضات الموظفين وهذا اعتقد بحد ذاته مبلغ كبير يعني ان اليوم اثنائش او ثلاثة عشر تريليون دينار عراقي هو الراتب الاسمي وتقريبا اثنين اكثر من اربعين تريليون هي المخصصات انا اعتقد انه علينا مراجعة حقيقية لموضوعة الرواتب وايضا علينا مراجعة عملية ادارة الدولة لاقتصاد العراقي خيار الذهاب عفوا جناب النائب خيار الذهاب الى يعني تغطية رواتب الموظفين من الاحتياط الفيدرالي ما هي الخطوات التي يحتاجها مثل هذا القرار لاحقا بعد شهرين او ثلاثة شهر يعني خيار الذهاب الى اخذ من الاحتياط العراقي اصلا مشكلة يسر عندنا يانه هذا الاحتياط العراقي هو سند حقيقي لقوة الدينار العراقي وهذا يعتمد على اشياء كثيرة وانا اعتقد يعني احنا ما عدنا غير خيار غير الذهاب الى الاحتياط العراقي وتغطية نفقات الرواتب وبالنسبة انه يعني الوقت هو مو مزاحم وانا اعتقد انه عدنا الوقت الكافي لعمية ادارة حقيقية واستغلال موارد الدولة بشكل جيد وايضا علينا انه نقلل من النفقات للدولة وكل ما تصرف الوزارات باي صرف كان حتى نمضي بموازنة خلي تكون تقشفية خلاص يعني رايحين واحد من الخيارات تقشف طبعا ومو رايحين هو رايحين يعني مجبارين على انه نذهب الى موازنة تقشفية لا يكون بهد فقط دفع الرواتب فقط حتى تقدر الموظفين ماتك تقدر تخليهم يمضون بحياة حقيقية لانه هو عده كل موظف بالعراق عده قائمة مالية هو معتمد على ما يتقاضاه من الحكومة ويذهب الى نفقاته الشخصية طيب الان كسياسيين الان تتولون ادارة الدولة سواء في البرلمان او في الحكومة اذا ما تم تسميتها او في مفاصل الدوائر التابعة للحكومة هل انتم على استعداد الى مكاشفة الشعب العراقي بجردة الحساب التي تتحدث عنها الان سيادة النائب بهذا الوضوح اسعار النفط انهارت ليس بالامكان تغطية رواتب الموظفين الا للاشهر الثلاث المقبلة او الاربع المقبلة كما تفضلت قبل قليل يعني هو ما بي مكاشفة هو اليوم المواطن العراقي يعني مو شغلة انه انت مين تبطي راتب المواطن العراقي منطيق زمام امور دولة والدير الدولة انت والحكومة واذا كنت غير قادر على ادارة الدولة فتنحى عنها واجعل غيرك يقود الدولة والحكومة حتى يستطيع انقاذ العراق وانقاذ هذا الشعب المظلوم اعتقد ايضا انه علينا كسياسيين المضي بان يكون هناك من يقيد الدولة هو الذي يفهم بالاقتصاد اليوم احنا ما عندنا حرب مع داعش حتى نجيب قائد امني ولا عندنا صراع مع باقي الدول حتى نسوي عسكر اليوم علينا ان نأتي بشخص اقتصادي ويعظم موارد الدولة ويستغل كل شبر من عقارات الدولة البناء الصناعية بناء الدولة استثمار ايجاراتها والذهاب بعملية استثمار توفير وظائف للمواطنين من خلال الاستثمار ومن خلال فتح مشاريع صناعية من خلال استثمار الاموال للدولة المخزونة اليه ما عندنا بيها اي يعني ما عندنا بيها صار 16 و 15 سنة ما عندنا اي حركة لهذه الاموال جيد اخوة هذا الكلام اللي سمعه سيادة النائب يعني كلام نتفائل به وهذا كلام يتداول انه نعتمد على خيارات بديلة ولكن الكتل السياسية التي لا تتفق على رئيس الوزراء منذ اشهر عدة بداعي حسب ما قال رئيس الوزراء المكلف الذي لم ينجح في تبرير كابينته انه تعرض للابتزاز في قضية المحاصصة هل يستطيع السياسيين في هذا البلد ان يمضوا في ظل هذه المعادلة نجيب مستثمرين ونجيب شركات ونقدر نوفر فرص عمل ونقدر نسوي عقود نغطى من عدة رواتب موظفين نربح منها يعني قطع سياحة قطع آخر يعني اقتصاد الدول يعني اللي اقل من عدنا او عداد شعوبها اكبر وما عندها موارد اصلا استطاعت ان تنهض باقتصادها ماليزيا سنغافورة كل الدول راوندا كل هاي الدول استطاعت ان تنهض باقتصادها وحتى مصر يعني مصر الدولة اللي ما عندها اي موارد وعدد شعبها مئة مليون نسمة احنا ما وصلنا لا المئة مليون ولا ما عندنا موارد عندنا موارد والموارد كبيرة وكثيرة في كل بقعة في ارض العراق انا اعتقد انه العراق يمتلك انهور يمتلك سياحة دينية يمتلك معادن يمتلك غاز يمتلك نفط يمتلك زراعة يمتلك صناعة يمتلك طاقة بشرية اهم من كلها شعب كلها شباب 67 من العراق شعب شبابي يعني من عمر 17 الى عمر 45 سنة اكو ارقام كبيرة تقدر تغطي مثلا هسه اذا رد نرجع لموضوع المنافذ وعائداته يعني مشكلة كبيرة ويا الاقليم في عملية يعني عدم شفافية في يعني يعني جمل واحد من الاشياء المهمة المنافذ الحدودية اذا انت استطاع يجينا شخص رئيس وزراء يصطيع ان يربط المنافذ الحدودية ممكن العراق ياخذ من هاي المنافذ تقريبا من موازنته 15 بالمية او 17 بالمية من المنافذ الحدودية العراقية وحتى الصناعة والزراعة هذا وين يطبق طبعا عقارات الدولة انا اتكلم باك بامانة عقارات الدولة عدنا بناء صناعية بخمسمائة مليار دولار موجودة بناء صناعية تتلكها وزارة الصناعة بخمسمائة مليار دولار هاي ممكن استطيع ونحتاج هذا آلية التطبيق هذا هسه ما للمنافذ الحدودية خلناخذه مثال هذا تجيب تطبقها على البصرة والعمارة وبعدين اقليم كردستان ما ينشمل بيها يعني لا ليش ما ينشمل احنا ضمن حكومة اتحادية اخي العزيز استاذ صلاح انت بالامكانك انه تعمل بشكل موحد هم الاخوان ده ياخذون موازنة من العراق من الموازنة اتحادية عليهم الالتزام بكافة قرارات الحكومة في بغداد وانا اعتقد انه اكو تفاهمات صارت قبل سنة ولحد الان جارية التفاهمات اليوم احنا خلال ازمة علينا الكل يتكاتف اذا كان في اقليم كردستان واذا كان في البصرة او في بغداد الكل يتكاتف حتى نخرج بحلول لكن الاهم من كله نتفق على شخص يقود الدولة ويكون قرارنا واحد حتى يقدر يبسم سياسة الدولة الاقتصادية خلال اخذ حجي خلال اخذ اسم يعني الذي ستتفق عليه الكتلة السياسية اناقشوية السيد احمد الكناني السيد حسين عرب رئيس كتلة ارادة النيابية اللي مشرفتني في حديث البلد اذا مشاهدين الكرام في المحور الثاني اسمان متداولة ومواقف حائرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذا المحور سيكون معي السيد احمد الكناني النائب عن تحالف صادقون او كتلة صادقون النيابية سيد النائب مرحبا بك معنا في حديث البلد هل هناك توافق على اسماء قريبة يمكن اختيار شخصية منها لقيادة البلد في ظل هذا الظرف الذي نمر به كوارث صحية وكارث اقتصادية نعم تحية لك ومشاهد قناتكم الكرام صراحة توجد هناك رقاءات ومشاورات ما بين زعامات الكتل السياسية وايضا الشخصيات الفاعلة في العملية السياسية نسمع بهذه اللقاءات لكن لحد الآن هناك سجان ما بين هذه الزعامات او الكتل السياسية رئاسات الكتل السياسية انه هناك من يقول يتسنم المنصب شخصية مستقلة بعيد عن الاحزاب والكتل السياسية وهناك من يقول انه يجب ان يكون سياسي بالمحاصلة الخلاف او استجان ما زال مستمر حول او المعيار الاختيار الشخصيات هذه لكن صراحة اليوم اعتقد البلد يمر في كثير من الازمات وقبل هذه المشاكل المشكلة السياسية والمشاكل الامنية والاقتصادية واليوم مشكلة صحية تواجه البلد وفي ظل هذه التحديات اعتقد او المشاكل يحتاج جهد مكثف من قبل هذه القيادات للتشاور واللقاءات من اجل حسم الموضوع باسرع وقت ممكن مضافا الى انظرنا ايضا ان هناك تحديات داخلية وخارجية واعتقد يجب ان تكون الشخصية اللي تتسنم رئاسة الوزراء طبعا تعرف حضرتك اليوم الكل منتفقية مؤقتة وتكون خلال سنة من اجل اجراء انتخابات مبكرة ولكنها لم تمرر حكومة يعني كابينة علاوي محمد توفق علاوي رغم انها مؤقتة ولم تكن لها سوى مهمتان يعني الاشراف على انتخابات مبكرة طبعا الوضع مختلف على اعتبار السيد علاوي هو انزم نفسه بتعاهدات ووحدة من التعاهدات اللي فشل بها انه تعهده ان يكون الكابينة الوزارية بعيدة عن تدخلات الكتل السياسية لكن عندما جاء اعلن السيارة الذاتية لمرشحين فوجئنا انه كثير من هذه الشخصيات هي تم ترشيحها من قبل شخصيات وكتل سياسية فبالتالي ما مش الحال لهذا او ما مش الموضوع لهذه الاسباب مضافا مضافا لا تسمح لي مضافا الى انه ايضا كان تعاطي سلبي مع مجلس النواب وكذلك تعرف احنا اليوم الريد من نطلع من المشكلة ما ندخل بمشكلة اخرى خصوصا بعد السجال او المناكفات بينه وبين الاخوة في المكون السني والكردي هس هم محقين او هم محقبوا هذا الموضوع احنا مو نقاشنا لكن لهذه الاسباب لم يتم اخفق السيد علاوي في ان تحصل كابين تعالى مقبولية من قبل مجلس النواب انتظرون ان يحتوي المكون الكردي والمكون السني من خلال التفاوض معاهم وجرهم الى منطقته مو سبب لكم عقدة جديدة بالضبط بالضبط تعرف حضرتك ارجع وقول احنا نريد من خلال بعد انه استقالت حكومة سيد عبد المهدي وتم اختياره من خلال التوافق ما بين الكتل السياسية وحتى يعني صح اليوم الموضوع يقال ان الموضوع شيعي لكن ايضا عندما تم اختياره استشيرت الكتل السنية والكردية بالموضوع وتمت الموافقة فبالتالي احنا نريد نخرج من ازمة هو ما يدخلنا في ازمة اخرى من الذي يضمن عفوا سيادة النائب من الذي يضمن اننا في هذه المرحلة الان وفي المواصفات التي تتحدثون عنها عن رئيس وزراء مقبل اننا لا نقع في نفس الاشكالية مع السيد محمد توفق علاوي يعني من يضمن اننا لا نقع في ذات المشكلة التي تشير اليها صراحة لا يوجد ضامن على اعتبار انه تعرف حضرتك اليوم نقاشات او لقاءات ما بين الكتل السياسية وايضا يعني خلنا نتكلم بصراحة احنا اذا نريد نحن مشكلة لازم يكون شجعان ونشخص المشكلة اليوم اعتقد الاخوة في ساعرون لم يتدخلوا في هذه النقاشات مجرد رسائل بينهم وما بين هذه الزعامات واعتقد هذا مراحل الموضوعين حل بهذا الشكل على اعتبار اليوم الاخوة في ساعرون لديهم وجود معتدبي في مجلس النواب وكذلك لديهم جمهور واسع يفترض يفترض من هذه الكتل السياسية ان تجلس سوية وتتسامع عن خلافاته او الخلاف في وجهة النظر يجب ان يتوحد من اجل مصلحة ابناء الشامل المفترض انكم سيد النائب المفترض انكم في الفتح موقفكم ينسجم يعني هكذا هكذا نفهم ينسجم مع السيد هادل عامري حج ابو حسن على اعتبار انه هو تولى قضية التواصل مع السيد مقتد الصدر لتسمية المرشحين للحكومة سواء سيد عادل او سيد علاوي نعم اكيد اكيد اليوم السيد هادل عامري اكيد هو رئيس او زعيم بتحالف الفتح فبالتالي لديه لقاءات ومشاورات انتم موقفكم يمثله تعرف حضرتك اليوم هي العقدة موية من السيد هادل عامري سيد احمد السؤال عفوا يعني مداخلة نعم نعم مواقف السيد هادل عامري هل تمثل كل الفتح تقريبا يعني تقدر تقول انه يمثل الفتح في الوقت الحالي او الحاضر لكن هي المشكلة اعتقدية موية من السيد هادل عامري على اعتبار الرجل لديه مقبولية من قبل الجميع ويتمتع بعلاقات جيدة ايضا مع الجميع اليوم تعرف حضرتك دائما يعطي ولا يأخذ فاعتقد اليوم اليوم الرجل السيد هادل عامري انه يمارس او يستثمر مقبوليته من قبل الجميع هذه الكتلة السياسية ويمارس دور الوسيط او يحلحل هذه المشاكل من اجل توحيد الرؤى ما بين هذه القوى السياسية والذهاب باختيار مرشح ارجى اقول يعني هناك هدف لهذه الحكومة اللي هي الانتخابات المبكرة واستطباب الملف الأمن وإلا يعني حتى السيد عادل عبد المهدي عندما قال انه عشرين او اثنين عرفا اربع اثنان عشر اثنين وعشرين انتخابات مبكرة وتناسى انه اليوم الوضع الامني غير مستقر في كثير من المحافظات ايضا فقدان الثقة ما بين المواطن العراقي وهذه الطبقة السياسية ما اعتقد الامور اليوم ممكن ان تجري بهذه السولة مثل ما اعبر عنها السيد عبد المهدي لا اليوم احنا يحتاج من رئيس الحكومة الجديد بعد انه يحوز على مقبولية من قبل مجلس النواب العراقي انه يكون هناك عمل تضامني ما بين هذه الكتلة السياسية وما بين رئيس الوزراء من اجل حل حلت هذه المشاكل والخروج من هذه الازمة نتمنى جميعا في العراق ان نخرج من هذه الازمة وتم الاتفاق على رئيس وزراء يعبرنا المرحلة الانتقالية هناك من يقول ان المشكلة الاساسية هي في خلاف شيعي شيعي بيناتكم سيادة النائب مختلفين او الاخرين مكونات الاخرى الكرد والسنة استثمروا في هذا الخلاف ولن يقبلوا بتمرير من لا يريدوه او لا يرضخ لهم قصدك عندما تم ترشيح سيد علاوي وهذا موقف ينسحب حتى على الاسماء الاخرى لا لا اشوف الوضع مختلف مو قلت لك اليوم سيد علاوي مو انا ردي تقول لي ليش مختلف وراح تخلينا مضطرا اسألك لا سجايك انت ليش تضطراني جاوبك ولا تضطر يعني اخذ راحتك بالنسبة للسيد علاوي صراحة نقلت لك اليوم هو اتعهد انه كن كابينتا مستقلة وقلت لك من عرض السي فيات او السيار الذاتية هناك تدخلات واضحة من قبل الكتة السياسية لاختيار هذه الشخصيات فبتالي اليوم ما اغلب القوى السياسية هي رضت مضافا الى انه هناك حقيقة مشكلة والاسف الشديد هذه المشكلة القت بضلالها على انه خصوصا المشكلة ما بين السيد علاوي ودولة القانون او السيد المالك ايضا هذه القت بضلالها على موضوع حكومته هذه الخلافات صراحة يجب انه اليوم انا اذا عندي خلافوياك لكن من اجل المصلحة العامة من اجل مصلحة البلد من اجل هذه الدماء التي سالت اعتقد يجب انه نترك الخلافات جانبا ونذهب ونخرج البلد من هذه الازمة الخانقة لا سيما لو انه ننظر اليوم احنا يوم بعد يوم الازمات تزداد وخصوصا موضوع الازمة المالية المربية البلد بسبب المشاكل الدولية وبسبب هذه الامراض اعتقد اليوم احنا في وضع لا يحسد عليه شنو الدور اللي لعب اللي ادى الوفد الايراني الرفيع الذي زار بغداد والتقى العديد من القيادات هل كان له دور هل كان له تأثير في قضية الدفع بالتجاه للتوافق على شخصية يعني تتولى رئاسة الوزراء طبعا تعرف حضرتك في السنوات والحكومات السابقة عندما يتم تشكيل الحكومة وهذا واضح لكل ابناء الشعب العراقي يعني مجاباني جديد او معلومة وانما هو واضح ان هناك تدخلات اقليمية ودولية وهذه التدخلات حسب يعني نسبتها تصعد وتنزل حسب الظروف لكن احنا اليوم اعتقد نمر في ظرف استثنائي واليوم كل ابناء الشعب العراقي مو بس اللي يظاهرون كل ابناء الشعب العراقي هم ممتعضين من هذا الاداء السيء لهذه الكتل السياسية يحتاج هذه الكتل السياسية ان تعي خطورة المرحلة ما عاد ابناء الشعب العراقي يتحملون وحتى موضوع احنا من نشير اليوم الجو في امريكيا او ايراني او تركيا او سعودي هذا حقيقة هم ما عاد يتقبل حتى لو كان دور ايجابي على القوى السياسية ان تعي خطورة المرحلة من الما يتقبل الشارع لو انتو كفاعلين في العمل السياسي عزيزي عزيزي انا اتكلم بشكل واضح وصالح مهما كان التدخل من اي دولة سواء كانت اقليمية او غير اقليمية اليوم هذا التدخل مرفوض وحتى لو كان التدخل ايجابي او على يعني خلينا نقول كأنه نصيحة معينة اليوم اقول لك احنا ابناء الشعب العراقي مقاصرين فاحنا حتى اليوم التظاهرات هذه التدخلات اليوم ابناء الشعب العراقي ما يريدوها فبالتالي احنا على هذه الكتل السياسية صح اليوم اجوا وفد مصري وفد كويتي وفد ايراني وفد امريكي الرحب بي على اعتبار هناك عمل دبلوماسي لكن ما اعتقد او موما بل ازم انه لا يمكن انه سماح للتدخل بالاشؤون الداخلية واختيار حكومة للأسف الشديد القوى السياسية اعطت انطباع لدى الشارع العراقي انه اليوم حتى لو يعني تمكننا هذه الفترة خلال المدة المتبقية ان تنجح القوى السياسية باختيار شخصية مقبولة من قبل الجميع للأسف سوف يعطي مؤشر انه هناك دولة ما تدخلت وهذا حقيقة ميصوب لا بمصلحة العملية السياسية ولا بمصلحة المرشح اللي ممكن ان يقود المرحلة القادمة طيب اذا اردنا ان نقول ان في المرحلة السابقة ايضا يعني الان انتم في مرحلة ترتيب الاوراق في المرحلة السابقة يعني اذا عدنا لمرحلة يعني عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي كان هناك دور واضح للسيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان في عدم تمرير هذه الكابينة الكثير من زملائكم اعضاء مجلس النواب اشاروا بوضوح لهذه القضية هل هذا الدور كان بالتنسيق معكم كقوى رافضة لآلية يعني عمل السيد محمد توفيق علاوي كما اشرت الان لديكم ملاحظات على عمله لا اشوف احنا مريد يعني لا نركز على هذا الموضوع على اعتبار انه السيد الحلبوسي كان الى موقف وموقف منذ البداية وحتى انه السيد علاوي اخفق بالتعاون مع المكون السني وعندما تقريبا خلصت اوراقه وانحصر في زاوية ضيقة ذهب الى السيد الحلبوسي وطلع السيد الحلبوسي من هذه الازمة بطل والسيد علاوي طلع بموقف ضعيف ما كنا نتمنى لانحنا مو اليوم السيد الحلبوسي هو من اسقط التصويت على حكومة علاوي او الاخوة الكرد لا مواقفهم كانت منذ البداية واضحة لكن حتى اسلوبه وتعاطي مع القوى السياسية مع اعضاء مجلس النواب كان تعاطي سلبي واتهم مجلس النواب بشتى التهم فبالتالي اعتقد اليوم من اسقط من اسقط السيد علاوي او كابينت السيد علاوي هو المكون الشيعي تذري ليش انه لو متوحدين ممكن ان تتحقق الاغلبية لكن ارجع اقول احنا حتى لو حققنا الاغلبية ممكن انه كان دخلنا فيه مشكلة اخرى ليش رحت العنوان المكونات انا قلت انه اذا التنسيق بينكم وبين سيد محمد الحلبوسي يصير يصير تنسيق سياسي بالعكس نظامك السياسي من 2003 الى هذا اليوم هو مبني على نظام المكونات اخوة اذا كان بيناتكم تنسيق حجي خوزيا لا لا التنسيق موجود والتنسيق جيد لكن هناك خشية تعرف حضرتك الساني وجهة نظري ما يعني مو هاي وجهة نظر الفتح او لا وجهة نظر الشخصية اعتقد احنا كنا الاخوان في 2012 وحتى قبلها كانوا موجود عندهم امتيازات في حكومة المركز سواء الكوردة او الاخوة السنة وزارة ووكلاء ومدراء عامين واعطوا مبرر للتدخلات الخارجية انهم مهمشين وبالتالي شفنا داعش وشفنا الاستفتاء في الاقليم اعتقد احنا اليوم يجب ان نكون اكثر واي واكثر حرص لانه دفعنا دماء غالية من اجل وحدة ابناء الشعب العراقي انا اقول لا تفرقنا موضوع اليوم صح اليوم الكتل السياسية تفكر بمصالحها لكن احنا نقول لا نخلي هذه المصالح انه هذه الدماء التي سارت من اجل وحدة ابناء الشعب العراقي ان تذهب سودا اليوم امس شامخاني التقى تحديدا الكاظمي وقال له نأمل ان او نتمنى او رغبة نقل رغبة ايران بتشكيل حكومة قوية ليش الكاظمي وليش يعني انقل لهذه الرغبة شو نتعليقكم على هذا اللقاء طبعا هسان ما اردى اذهب يعني بسوء الظن كما يعبرون اعتقد على اعتبار انه اليوم كل الدول الدول القيمية والدول المجاورة وحتى الدول الاخرى هي تتمنى انه يكون هناك استقرار في العراق لانه استقرار العراق هو استقرار من منطقة وهناك يقال انه هاي رسالة انه اليوم الجارة ايرانية راضة على الكاظمي لا هو ما اعتقد على اعتبار انه اليوم هو جوا في الزائر يحمل رسائل معينة لهذه القوى السياسية وحتى حتى الحكومة العراقية بالتحديد وباعتبار هو جزء من اليوم اليوم يتسنم منصب ومكان مهم هو جهاز المخابرات فأعتقد يعني خلينا نقول يعني اذا يريد هم يتحدثون هناك امور امنية وكذلك الوضع السياسي اليوم واضح والقابي ظلالة على كل كل المشهد العراق سواء الصحي او الامني او الاقتصادي كل ما منمر به من مشاكل هو سببها المشاكل السياسية فأعتقد هي هاي امنيات وكل كل من يريد الخير العراق يتمنى لانه يكون هناك استقرار وارجع اقول يوم استقرار العراق هو استقرار المنطقة حياك سيادة النائب احمد الكناني النائب عن كتلة صادقون اليوم شرفتني في حليث البلد حياك الله حبيب هذا السؤال الاخير ترد هزلكي يعني خلنشوف بعدين تبين شرفتنا شكرا لك حياك الله في المحور الثالث مشاهدين الكرام ملفات فاسدة واجراءات معقدة اشتركوا في القناة شكرا لك في هذا المحور سيكون معي الدكتور احمد الخبط العباسي النائب السابق عن محافظة بابل مرحبا بك دكتور شرفتنا في حديث البلد حياك الله اخي العزيز استاذ صلاح وتحية لجمهورك الكريم شرفتنا اليوم دكتور نسأل بداية هل فتح ملفات الفساد ومعالجتها المشكلة فيه مشكلة في السياسي ام انها مشكلة تمتد لجذور اجتماعية ام انها مشكلة نظام قائم منذ عشرات السمين لا يمكن كسرة تحية لك مرة ثانية وعلى كادر فضائتك الموقرة وعلى الجمهور الكريم الحقيقة الفساد هو ظاهرة اجتماعية اليوم اتجذرت بالمؤسسات الحكومية وامتدت بهذه الثقافة حتى الى المستوى الاجتماعي اليوم المجتمع هو جزء من تججيع الفاسدين لانه ينظر الى الفاسد او اللي يطور او يثري على حساب المال العام بنظرة اجلال واحترام بتعبير بينقوسيا بالجلفية يعني يقول ضرب ضربت بطل هذا من يشنشأ جيل جديد من يسمع الاب والقريب اللي اعتبره هو قدوة او معلم او يتقمص شخصيته يسمع مثل هذا التشجيع او هذا الفناء والاطراع على هكذا ممارسات مخالفة للذوق والمنطق والشرع والقانون والاخلاق ويعني تخلق اثار او تترك اثار وخيمة على التنمية وعلى الاقتصاد مشكلتنا بهذه النقاط التي تفضلت بها جنابك هي حديثة مختسبة عشر سنوات الاخيرة بالعشرين سنة لا حديثة لمن حمل هذا النظام ولها المجتمع اليوم الموجود وانما تمتد الى فترة الحصار والحرب وخصوصا حرب الكويت اللي تركت اثر سلبي على وضع العراق ودخول العراقيين مع كل الاسف في الجارة الكويت وكانت عملية النهب والسلب وقبلها ايضا مرسة في المحمرة وعبادان في سنة 82 لكن كان اكو نظام سابق اعتقد كان عاقب على مثل هذه الممارسات انه كان قوي لسه من النهار في عاصفة الصحراء بدت عملية هذا النهب وهاي موجودة في امريكا نصير بيها ظواهر طبيعية كراصف ولكن هاي يضبط عقالها يا دكتور وانت مختص بالقانون هاي يضبط عقالها القانون هل ضعف القانون الآن جرأت جميع على التعدي على حرمات المال العام والمتلكات العامة وكل شيء عام مشاعي يعني خلاص اخذوا روح هو القانون ضعف ايام الحصار السنين الحصار تركت اثر سلبي على سلوكيات المجتمع العراقي وبدت القيم تنهار قيم يعني القيم شيء بعد شيء وبقت بس المنظومة الدينية كون النظام كان يحاربها فبقت تتحافظ على هيبتها لذلك شوف العراقيين التفوا بشكل او باخر على هذه المنظومة وموضرورة ان اتحدث على الجنوب حتى في المناطق الغربية افهم من جنابك رمزية الرجل الدين حينما اشترك بالسياسة ايضا اطاح بما تبقى بدت في الظروف السنين الاخيرة بدت تتراجع بشكل وشوف انه بنظاهرات الاخيرة هنا وهناك في تعليقات من يصير اكفرد فرصة وحرية عد البعض اكو حالة تجاوز على العمامة وعلى رجل الدين كون انخرط في الجانب السياسي وكان جزء من عملية الفساد للبعض من عدهم طيب الفساد وصل الى مرحلة الان جنابك قبل قليل كنا نتحدث في موضوع الموازنة مع السيد حسين عرب النائب في البرلمان وربما اتينا على ذكر واحد من اهم الموارد التي بامكانها ان تغطي جزءا من عجل الموازنة واشرنا الى المنافذ في اقليب كردستان المنافذ الحدودية هذه قضية لا يستطيع احد السيطرة عليها يعني عائد يجب ان يذهب الى الخزانة المركزية الخزانة الاتحادية ولكن لا تستطيع ان تمدح عملا تطوعيا قام به مجموعة من الشباب لان لا تتهم بانك يعني تعمل معهم او تروج لهم يعني باوع المفروض هنا هذا الجانب القضية الاخلاقية تحثنا على ان نمجد هذا العمل على اعتبار انه تطوعي غير ليس من ورائه ارباح شباب اعتقدوا ان عليهم مشؤولية معينة فادوها لما تجي تنتقد حكومة تقليم كردستان على عدم سدادها المستحقات المالية لبغداد هنا تنتقد ولكن حينما تمدح هذا العمل التطوعي هنا تنتقد يعني معكوس القضية شوف هي اسباب كثيرة اخ صلاح يعني النظام الديمقراطي وخاصة الفدرالي والعراق صورة من هذه الانظمة دائما اذا تكون حالة تكافؤ بالقوى والتوازن ما بين المركز والاطراف تسيير الحكومة باصلاحات حقيقية وبناء حقيقي على كل المستويات سواء على السياسة المالية الاقتصادية التعليمية الثقافية التربوية التجارية اي شيء بس اذا شفت انه كحالة اخفاق عند المركز او عند الاطراف تنشط يعني جهة على جهة رجعنا الى الدكتاتورية يعني مثلا في ايام النظام السابق كان المركز قبضة قوية وترى الاطراف ضعيفة او الفترة هاي اللي نعيشها اليوم المركز ضعيف ونجد الاطراف قوية يعني الحكومات في المحلية حتى في المحافظات وكذلك ناهيك عن الاقليم انه هناك حالة من يعني القوة اللي تتمتع بها هذه المحافظات على اساس قرار المركز اللي هو بدأ يتراجع ويضعف سبب سياسة المالية يعني الفاشلة وكذلك الساسة الغير موفقين بقيادة الدولة انعكست على الجانب الاداري اليقومي لذلك شوف دائما الكتل السياسية تذهب الى اختيار الوزير على اساس ولاءه بحيث انه يمون هذا الحزب او ذاك الكتلة السياسية بما يستطيع ما يحصل عليه من مال من الوزارة المعنية اللي يتم الاستحواذ عليها من خلال تقسيم هذه الوزارات على اساس التواجد او يعني المقاعد عدد المقاعد في البرلمان فبهذه الثقافة نجد انه هذه الثقافة وهذه الاساليب وهذه الممارسات والافعال تأدي الى الحالة يعني التراجع بالادارة وعدم احترام المركز وقرار المركز من الاطراف بينما بالمقابل نجد حتى المحافظات للتو اللي خرجت من هيمن الداعش في مقدمتها الانبار نجد انه القيادة الموجودة اليوم والحكومة المحلية الموجودة المتمثلة بالمحافظ اليوم ومدراء الدوائر المعنية من قائد الشرطة وغيرها هم اقوى بالقرار من المركز لذلك يشوف انه اكو حالة اقدام وتصميم على بناء واصلاح حقيقي لذلك يشوف انه المحافظة خلال سنة هناك رضا من الجمهور على اداء الحكومة المحلية بينما من يتوجهون الى بغداد الى المركز اللي يبعد عنهم 80 كيلو تشوف انه اكو حالة عدم ثقة في حكومة المركز موش تهلك المركز في معالجة الاخطاء والمشكلات التي حصلت في المناطق التي تشر اليها طوال 15 سنة يعني الصراع يعني استنفذ المركز في المشكلات التي حدثت هناك عمنيا و سياسيا مكان استاذ صلاح وانما المكونات والصراع اللي يكون ما بين المكونات مرة ما بين الكتل السياسية المنضوية تحت اسم المكونات يعني مكون الكردي مكون السني مكون الشيعي هو اليوم على اساس الانقسام الحزبي يعني اليوم الكتلة الوحدة أو الحزب الواحد تجد بي انقسامات ولاحظناها وحتى في الشارع نجد انقسامات حتى في على مستوى المظاهرات اليوم اللي كنا نتمنى ان تكون براية واحدة وبهدف واحد وبشعار واحد ايضا نجد هناك انقسامات وتلاحظت بحكومة التوفيق علاوي انه قسم من المتظاهرين او مساحات هذا انه لب يعني يعني سكتت فترة والسكوت علامة الرضا عدم الاحتجاج او المعارضة الا في اليومين الاخيرين من عندما قدم الوزراء بهذا الشكل لاحظنا انه اكو ردة فعل عد البعض بينما البعض الاخر يريد ان يمرر حكومة علاوي لا بل كان حاضن الى هذه الحكومة وداعم الى هذه الحكومة والدليل على انه الانقسامات اليوم ليس فقط في المكونات وعفوا في الاحزاب والقتل السياسية وانما حتى في الشارع طيب هناك ملفات يعني عودا على بدء الحديث مع جنابك دكتور هناك ملفات فساد كبيرة اخذت صداها في الرأي العام واخذت يعني الكثير من الناس تحدثوا عنها بشكل واضح ولكنها لم تأخذ طريقها القانوني شو السبب؟ صلاح اسباب كثيرة مرة المعوق يكون هو الثقل السياسي وكذلك البعض منهم أنهم من يمتلك القوة في الشارع والفصائل والسلاح فيشكل حالة ضغط وتهديد إلى الأجهزة التي يعني تقدم على أن تبحر أو تمضي أو تبدي بفتاح هذه الملفات والبعض لا حقيقة يعني أنا من أتحدث أنه كمختص في هذا الجانب أنه أكثر الشبهات الفساد وما تسمع عنه ترى مبالغ بي جدا حتى تنعكس على علاقاتنا الإقليمية والدولية أنه بلد حكوم تفاسدة وثقة مفقودة من هذه الدولة لما دكتور أكو صفقات معروضة بالأسماء والتفاصيل ويتم تجاوزها ونسيانها دون أن يكون هناك فيها موقف هذا شي تسمي الهيمنة يأما هو قوي في السلطة فيحاول أن يغطي لكن أنا أكد لك إذا فعلا ثابت هذه الأفعال ومارسات الفساد ما راح ممكن أن يضمها لمؤقت يعني جناب الدكتور أنت ما مطلع على قضايا فساد كبيرة أخذت صداها بالرأي العام العراقي ولكنها خلاص ذابت لا نعرف أين لا نعرف ما هو القرار أخ صلاح ما عندي شك بالقضاء العراقي أبدا ولن يجامل على أساس الحق وقضاء عراقي قضاء نزيه وشفاف وكذلك الذين يعملون بهيئة النزاهة بمحققها وكادرها أيضا حقيقة يعني وأن كانت هذه المؤسسة هي فتية وتمارس ضغوطات كبيرة عليها ودليل على أن لحد الآن لا يوجد إلاها رئيس ثابت أبدا دائما وكالة ويعني تناطل المهمة اليوم إلى الأخ رئيس ديوان الرقابل ما يضاف إلى أعمال اللي هو يفترض أن يتفرغ إلى عمل الرقابل اللي ما يقل أهمية عن أعمال ومهام هيئة النزاهة فهو يقود اليوم دائرتي أو مؤسستي أو هيئتي جدا مهمة وخطرة فيفترض أن يكون يعني رئيس ليس بالوكالة وإنما هو ثابت حتى يستطيع أن يتحمل المسؤولية ويعني يستطيع أن يفتح مثل هذه الملفات لكن مجمل الحديث اللي قاعدت سمعه من الإعلام أو يعني التواصل الاجتماعي ترى مبالغ به جدا أنه البلد العراق أنه هناك بي مثل هذه الممارسات الكبيرة بحيث أنه اللي بعيد ويترقب يعتقد على أن العراق يعني لا يوجد به أي دائرة أو أي مؤسسة أو أي موظف إلا هو فاصل بينما نجد أنه الكثير من الموظفين اللي يستحرمون ولعدهم أخلاق ولعدهم يعني تربيتهم عالية جدا ويخافون القانون ويهابوا فتلاحظ أنهم الآن إشاءة إلى النسبة يتنسبة هؤلاء مقابل أولئك والنتائج الآن على الأرض جنابك واضحة الفاسدين فيما يتعلق بما آل إليه البلد اليوم يعاني من كارثه في موازنته الفاسدين أقل أقل بكثير على تقسيب نسبة الفاسدين يعني أنا نطلعها بنسب بشكل عيني وميداني يعني يعني ما تجاوز 10% من عموم الموظفين لكنه الفساد اللي يمارس اللي هو ينخر جسد الدولة ويلقي بظلالة على عدم التقدم والتراجع على كل المستويات بالدولة هو الفساد الكبير اللي يمارس من الأحزاب والكتل السياسية أكو كان عدي غيف في حديث البلد بظل القانون عده معلومة شهيرة ذكرنا ياهو تابعوها يمكن المشاهدين يقول بالقرعة ما لاختيار التعيينات يخلون الأسماء بالمجمدة يوما ويطلعوها يخلوه بالقرعة حتى من يتم سحب القرعة يأخذون الأسماء الباردة اللي هما كانوا ضموها صلاح ترى هذا حد شيء مباشر لا هذا حتى غالف ليلة وليلة لا لا يتحمل مشغوليته هذا يعني هو من حطر حتى الشيطان حتى الشيطان ما يسوي مو احنا هاي اللي نسؤلف عليها نقول هاي الشبهات وهذا الحديث مو صحيح خوئة موجودة ليه الشبهات دكتور يعني صلاحة سعانة من جيتي وصلت للستوديو جنابك الكريم يعني هذا الطريق شنو أنا شايل علاكتي هذا بالثلاجة وكذا زيان هو شنو مثلا فرد شيء يظل قابل على أن يكون بارد شنو هي مثلا هي ورقة شنو يظل باردة ما افتهماني وهذا مو صحيح الحديث وبهالمستوى استجل احترام إلى الشخص اللي نقل هذا الحديث سأنا ما عندي فرد فكرة عن الموضوع بس هذه قضايا يعني بالخيال تسوله في هالشكل هذا أنا احشيلي بالمنطق أنه هو شنو الجابرة أن يروح بهذا الاتجاه هو اليوم توثيته بيده مقواره بيده وحزب وعده مقاعد الحمد لله وهذا الجمهور قدامك يشوفه كل سنة يحتجوا وينتخبوا من نفسهم علي أش خايف من مين يعني خايف من جمهور جمهور اللي بوصل انتأيهها اخذها مني سبب سبب الفاسدين اليوم اللي بوصله للسلطة هو الجمهور ما اجه ولا تسللوا بشكل غير شرعي يعني كفاساد لكن مبهد المستوى جمهور هو المسؤول هو المعني عن هذه القضية دكتور في جلسة استجواب خلا وديك عوف هذه الرواية في جلسة استجواب السيد هوشار زيباري كان وزير خارجي ووزير مالية عفوا يعني اشكل الذي استجواب السيد هوشار زيباري على الاعداد الكبيرة من المرافقين الذين يرافقوا في الذهاب والاياب من بغداد الى اربيل ثم الى بغداد والعدد الهائل لحجز تذاكر الطيران والتي اعتبرت على انها يعني غير ضرورية في وقته لم يتم بعد ذلك الا التصويت على سحب الثقة يعني خلص غيره راح سيد هوشار زيباري وجاء واحد بمكانه وخلصنا يعني لم يدقق احد باموالنا هاي فلوسنا وين راح احد الاخير الخزاع يا حبيبي بالنسبة للوزير زيباري اعتقد قبل لا يكون بالمالية هو يمكن اعتقد دورتين بالخارجي بالخارجي نعم فاكيد هاي الاعداد كانت يعني تستخدم او يعني ويا يعني انا من اكون بالنواب اصلا عندي هاي المعلومة لان هو ما اجار ازنب هاي الدورة حتى انه بدأت عملية اني ابحث عن اداءه وجمعت هاي المعلومات من ضمنها هاي الممارسة فهذي والمستجوب ايضا هو نائب بدورتين سابقة ايضا معاه فليش ما انجمعت هاي من النواب الباقين اللي وقعوا خمسة وعشرين واحد او اكثر لانه الاستجواب يفترض ان يكون اربعة وعشرين هو الخمسة وعشرين القام بالاستجواب يعني والمعتاد انه تصل حتى اربعين او ستين فما شخصوا هاي الحالة سابقا على من ضمن هذه الممارسات فعليه يتحمل من صوت له بمن حثقه ان يكون وزير وهو فاسد لدورتين سابقة بهذا العدد الكبير اللي هو يرافقه بعديا اكو نقطة اليوم عادل عبد المهدي وغيرها ادهم افواج دولة كاملة سبعمائة وخمسين كل رئيس وزراء وكل نائب رئيس وزراء وكل رئيس جمهورية وكل نائب رئيس جمهورية دولة يتمتعون بهاي السبعمائة وخمسين فهو كافين علي خمسة وروح خمسين الباقي يوزعهم الى اصدقاء وإلى اعوان وإلى مكاتبهم هذا مو فساد هسأ غضل نحن ما وجهنا نكمل لك فدولة العدهي شار احتمال جماعة مسعود اللي عنده منشان هنا يتمتع كرئيس اقليم او بمنجلس الحكوم وغيرها هسأ تذاكر طيران هم اندفعت كانوا عند مسعود ولا كانوا عنده تذاكر طيران هم اندفعت من فلوسنا هسأ ما عدنا ندفع الرواتب هاي المصيبة الواقعين بها بس هي شار اذا تحسبها بهذا الشيء انا ما قلت انا جبت نموذج اجي في بالي انا اذا اقول انه الفساد موجود الى ميت باب يعني احنا اذا تحسب هذه الاشياء خوب كثيرة من هذا النماذج الفضائيين وغيرها بس بالنتيجة اذا اكو قانون نرجع على كلامك الاولي وسؤالك اللي احنا ما لحقنا نجاوب عليه ولا راح نلحق نجاوب عليه مادام يضعف القانون من امن العقاب ساء التصرف والعقاب غير حاضر والاجهزة هاي اليوم الموجودة غير كافية وما تتمكن ان تحاسب او تحارب او تكافح فساد اللي هي متمثلة في هيئة النزاهة ورغاء المالية وكان من المفتشين العمومين فاجهزوا عليهم من هم يقون ومون بالاستجواب للوزراء الفاسدين هم من اجهزوا وعقروا هذه المنظومة اللي هي موجودة في كل وزارة وما حل لحد الان محلهم المدعي العام تتذكر على ان القانون على ان المدعي العام يكون في كل وزارة قلناهم يا بترى طريقة فاشلة وراح تتدمج السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية وهذا مو صحيح وهذا الكوادر اللي احنا تعبنا عليها وانشأناها وهيئناها ودربناهم ستة عشر سنة راح ذول ما نستفاد منه الموظفين شنو ذنبهم انت عندك محتج او عندك معارضة مع مفتش عام تابع الى حزب مثلا او انه عقليته او سلوكيته مو صحيحة مو منضبطه هاي ما تنعكس على باقي المفتشين هاي منظومة قامة بكل الدول في ايطاليا في المانيا في امريكا هي صاحبة الفكرة ليش هاي ضيعوها فماكوا اذان صاغية وانما كانت عملية الحدائية والاحقاد او انه يعني حتى يمكنون البعض من هذه الاحزاب يمكنون وزراءهم حتى يستطيعون ان يعني يقومون بممارسات فساد ونهب للمال العام بحرية اكثر لان يعني عندما ازال المفتش العام اللي كان رقيب فاليوم هيئة النزاه وديوان الرقابة المالية واحدهم دولا كجهازيا غير قادرين ان يغطون كل هذه الموارسات حتى يهيئون الى القضايا العراقي ان ينزل اقوى واقسى العقوبات سواء كان على مستوى محاكم الجنح او محاكم الجنايات شكرا لك دكتور احمد شكرا لك شادي الكرام نشوفكم باتش الحديث بلد جديد في مالة